كثيرا ما يسألني الناس عمن يعنيه ان تكون سليما عقليا لقد ناقشت سابقا الاشياء التي يمكننا جميعا القيام بها لتحقيق صحة نفسية افضل لكن الناس يريدون ان يعرفوا كيف سيبدو الامر عندما يصلون الى هناك في حين ان هذا يبدو مختلفا قليلا بالنسبة للجميع الا ان هناك بعض الخصائص المشتركة للاشخاص القادرين على الحفاظ على صحة نفسية جيدة وبناء المرونة عشرة تستيقظ كل يوم وتشعر بالامتنان لشيء ما عندما تواجه يوما سيئا او اسبوعا سيئا يمكنك ان تنظر حولك وتلاحظ سعادة الاخرين قد يكون من الصعب في اوقات المعاناة الاعتراف بالاشياء التي تقدرها لكن القدرة على التفكير في شيء واحد على الاقل تشعر بالامتنان له يوميا هي علامة على المرونة انها علامة على انك مدفوع لتقدير الاشياء الجيدة او العلاقات الجيدة التي لديك الاعتراف بهذه الامور يمكن ان يحسن صحتك العقلية اذا كانت هذه عادة منتظمة 9- لديك شيء تتطلع الى القيام به او تجربته ربما لديك حدث قادم مع الاصدقاء او اجازة او شيء بسيط مثل قضاء ليلة هادئة في المنزل ومشاهدة فيلم مفضل يعد التخطيط لشيء يمكنك التطلع اليه والعثور على بعض الرضاوة لاستمتاع به علامة على انك تبحث عن تجارب ايجابية ممن قد يقلل من القلق ومشاعر الاكتئاب 8- تتخلص من الغضب ولا تقضي وقتا في حمل الضغينة على الاخرين الذين اذوك على الرغم من اننا جميعا مررنا بعلاقات وصراعات صعبة في حياتنا في مرحلة ما فان التمسك بها يمكن ان يمنعنا من المضي قدما في حياتنا يمكن ان يؤدي الى مشاعر سلبية داخلية مثل الغضب والحزن وحتى الوحدة عندما يمنعنا من العثور على صداقات او علاقات اخرى اذا تمكنت من التخلص من الغضب بنجاح والتوقف عن التفكير في اولئك الذين الحقوا بك الاذى فمن المرجح ان تتمتع بالسلام في حياتك وتتمتع بصحة نفسية جيدة 7- تستمتع بالاشياء البسيطة في الحياة يمكن للاشخاص الذين يميلون الى الحفاظ على صحة نفسية جيدة ان يتمتعوا بتجارب ايجابية في القيام باشياء بسيطة مثل الذهاب في نزهة في الطبيعة او الضحك مع الاصدقاء والاحباء او الاستماع الى الموسيقى الجيدة يمكنك تقدير كل تجربة حتى لو لم تكن مثيرة او انيقة 6- تستمر في المحاولة عندما تصبح الامور صعبة من الصعب ان تظل متحفزا عندما تمر بظروف صعبة قد تبدأ في نفاذ الطاقة وتفقد الامل لكن الاشخاص الذين يتمتعون بصحة عقلية يمكنهم عموما الاستمرار في العمل عندما تصبح الامور صعبة وفي بعض الاحيان يجعلهم ذلك اكثر اصرارا 5- ان تساعد لاخرين من حولك الاشخاص الاكثر صحة عقليا والاكثر مرونة لا يركزون على انفسهم حتى عندما تكون ظروفك الخاصة موضع شك فانك تستمر في التواصل مع الاخرين وتقديم الدعم بافضل ما تستطيع اعتمادا على ما يحدث في حياتك قد لا تكون قادرا على القيام باشياء كبيرة لمساعدة لااخرين لكنك دائما تهتم بلااخرين وتحاول تقديم المساعدة 4- ان تعتني بنفسك يهتم الاشخاص الاصحاء عقليا بلااخرين ولكن ليس الى الحد الذي لا تحافظ فيه على رعاية ذاتية جيدة ان تتأكد من تلبية احتياجاتك الخاصة لانك تعلم ان هذا يتيح لك ان تكون متاحا اكثر لمساعدة لااخرين وان تكون حاضرا في علاقاتك 3- لديك حدود جيدة في علاقاتك ان معرفة متى يقول لا ومعرفة متى يمنحون انفسهم بعض المساحة يسمح للاشخاص الاصحاء عقليا بالبقاء على هذا النحوي من الممكن ان تكون مفيدا دون انتهاك احساسك بالمساحة والخصوصية 2- لا تحسد على ما يملكه الاخرون لا تقضي وقتا في مقارنة نفسك بلااخرين او بما لدى لاخرين ان تركز على ما تريد وما هو في متناول يدك 1- يمكنك ان تكون سعيدا من اجل الاخرين حتى عندما تكون حياتك صعبة 2- تعد القدرة على ان تكون سعيدا من اجل الاخرين وان تجعلهم يعرفون انك سعيد من اجلهم جانبا مهما من جوانب الصحة العقلية 3- هذا يعني انه يمكنك ان تنظر الى ما هو ابعد من صراعك او المك 4- وانك سعيد من اجل الاخرين بغض النظر عمن يحدث في حياتك 5- قد يبدو من الصعب تحقيق بعض هذه الخصائص 5- لقد نشأ البعض منا في عائلات حيث تعتبر السلبية والصراع والخوف عنصرا ثابتا في الحياة 6- ليس من السهل دائما التخلص من تلك الدورات وبدء عاداتنا الجديدة 7- يعد تعلم اعادة صياغة تفكيرنا والتواجد للاستمتاع بما حولنا من المهارات الرائعة 8- التي يجب اكتسابها اثناء سعينا للحصول على افضل صحة نفسية 9- تن اشتركوا في القناة 9- ترجمة نانسي قنقر